خلاص دخلنا في المارسون الحواري الحوار الوطني وتقريبا وصلنا الاخر مئة متر في هذا المارسون الطويل لانه كان الصعوبة فيه في التجهيز والترتيب وتدوير الزوايا بين المتحورين وصلنا الى بيت القصيد كيف ترى ما جرى وكيف ترى ما هو قاتن ونصائحك الى المتحورين اولا شكرا على استضافتي في هذا الموضوع المهم جدا يعني الحقيقة ومدام حضرتك قلت ان الفترة الماضية كانت للتجهيز والاعداد والترتيب للحوار ولم يتبقى الى القليل هو ده اللي أنا كنت جاي اقوله بمعنى من ضيع شوات صحيح خلاص الامور تحدد وهي محددة اصلا مفترض انها تفرغ في ملخص الرؤى والاراء والتوصيات والافكار التي قيلت في الثلاث محاور الرئيسية المحور السياسي المحور الاقتصادي المحور الاجتماعي هم دول اللي أنا اتصور انه يعني بصورة معجلة لان معت شوات معت شوات اللي اصدوا ان انا دخلها سنة 24 في انتخابات رئيسية فيها استحقاقات لابد انها تحقق تجهيز لشكل جديد والاخره مش هنقعد يعني نقول السنوات الماضية نعمل زيها لا خلاص حتى دوليا وعالميا الدنيا تغيرت فنحدد بقى الموضوع بسرعة التركيز بالتركيز علشان بعد كده تبقى القرارات تطلع واضحة للمؤسسات المختلفة تشغل عليها يعني انا على طول مع حضرتك في هذا الاتجاه موسيقى